بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بكم أحبائي في هذا الفيديو اللي هيعتبر إضافة لفيديو آخر إحنا قدمناه على موقع jama.app الموقع اللي بيخليك تعمل powerpoint presentation أو عروض تقدمية من خلال فقط عنوان وأوضحنا إن الموقع ده بيتميز بأشياء كتيرة كتيرة جداً أهمها إنه هو بيحدد لك إيه الموضوعات أو إيه اللي سلايز بتاعتك هيبقى موجود فيها إيه قبل ما ينشئ السلايدز ودي حاجة مهمة جداً في مواقع تانية بتستخدم artificial intelligence لكنها بالأسف لا تحدد لك الشرائح يكون فيها إيه ولا تسمح لك بالتغيير قبل ما هي تنشئ الpowerpoint بتاعتها ولذلك برنامي أو موقع jama app ده من المواقع الموجة نظري المميزة جداً الموقع بيدي لك 400 نقطة وزي ما قلت عن طريق الرابط اللي بقدمه لك بيبقوا 600 نقطة الpowerpoint الوحدة أو مش الpowerpoint الوحدة يعني العرض التقدمي كاملاً بصرف النظر هو فيه كامل مشريحة بيتكلفنا أو بيتقع لنا بـ 40 نقطة فتخيل 600 نقطة ممكن يعمل لك إيه زي ما قلت إن إذا كنت عشان تحصل على 600 نقطة دولت لابد إنك إنت تستخدم الرابط اللي أنا قدمته لك أو اللي حقدمه لك دلوقتي معنا علشان خاطر نقدر نستفيد من المواقع الرابط بتاعنا اللي أنا حسبولك في الشرح اللي هو برضو فيه أول وجامع لكن فيه طبعاً إن إنت تعمل sign up عن طريق الكود دهوت علشان خاطر يديك فرصة أكثر إحنا كنا شفنا قبل كده إزاي إن إحنا نستخدم الpowerpoint إن إحنا نسجل فمش نعيد الموضوع دهوت هقوله كنتوني لو أنا أستخل بالجوجل كروم اللي أنا شغال به فمجرد إن أنا أدخل مباشرة بيديني الشرائح أو الحاجات اللي أنا كنت أعملها قبل كده إزا كنت أنا أعمل حاجة تمام بعد كده ببدأ إن أنا قدامي حاجة أكتر من طريقة ودي برضو ميميزات كتيرة جداً في هذا الموقع لكن أنا عايز أتكلم في الموقع النهاردة خليني بس أفكركوا إحنا كنا بنعمل create ومن create أقوله مثلاً إن أنا أستخدم generate خلي يعني يعمل لي هو الpresentation وأختار أنا presentation من صفحة net من صفحة net وبعدين أقولي أكتب الموضوع نفترض إن أنا عايز أتكلم مثلاً على أي موضوع باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية مش مشكلة البرنامج بيقبل لتنين طبعاً بيخترح علي بعض الاقتراحات في العنوين خليني إن أنا عايز مثلاً أعمل powerpoint حوالين بيزيان استاتيستيكس حوالين إحصائيات أو إحصاء بيزيان بما إن أنا مهتم بي الموضوع مسموح لي إن أنا أكتب لغاية ربعه مئة كلمة وده برضو مهمة سكنت أنا عايز أخلي عنواني مهمة يعني ممكن أقول بيزيان استاتيستيكس مثلاً مقدمة مثلاً مجرد عنوان أنا بكترحه فأقول لي عايز أتكلم عن بيزيان استاتيستيكس وده مقدمة باستخدام أمثلة أو مثال أو أمثلة تطبيقية وهم جاي عامل كده العلامة دي حيبدأ هو يفكر في كل واحدة من دولة أدي مثلاً بيقول لي إنترودكشن تو بيزيان استاتيستيكس بيزيان استاتيستيكس بيقارب ما بين الفريكوانتست وما بين البيزيان استاتيستيكس وبعدين بيقول لي بيزيان استاتيستيكس يعني جايب لي النقاط اللي حيشملها ولذلك أنا عندي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة أنا ممكن أضيف ممكن أضيف أقول له كده إيه تي تيست يوزينج بيزيان أنا عايز أن أنت تقول لي أن أنا أستخدم بيزيان في عمل عمل تي تيست مثلاً يعني فأنا عايز أن هو يعمل لي الكلام ده فبضيفها يبقى أنا كده أضفت الشريحة أخرى الشرائح دي كلها برضو زي ما احنا قلنا وقف عليها باربعين نقط نحنا ده مش موضوعنا لكن خلينا أن أنا عايز أكلم على تي تي تيست عايز أتكلم على أحط حاجة تانية وأقول له ريجريشن ريجريشن يوزينج برضو باستخدام بيزيان مثلاً لو أنا عايز إيه براكتيكال إجزامب عكلاً هو يدين لك براكتيكال إجزامبل زي ماشي خلاص فأنا كده بزود الشرائح برضو علشان خطر مواقع أخرى لما تيجي الأول هي محددك في عدد معين ولا تسمح لك بإضافة دي وزي ما أنت عايز وبعد نقول له كونتينيو وزي ما قلنا أن أنت ممكن تحدد الشريحة هنا بعد كده برضو مقدماً بيقولك أنت إيه السلايز اللي أنت عايزها فممكن أقول له والله أنا عايز خدية تمام وبعد ما أخلص أنت الكلام ده هو تحيبدأ أقول له كونتينيو كونتينيو كامل وأسيبه هو بيبدأ يعمل الشريح بتاعته في أسنان ما بيعمل أنا طبعاً الوقت بتاحها من الحاجات برضو المميزات القوية جداً أنه هو يعني حقيقةً بياخد وقت قليل في عمل الأمور في تجهيز الأمور هنا بدأ إذا ما أنت شايفيني الشريح وبدأ يكتب لي وبدأ يكلم لي على المفاهيم اللي موجودة اللي موجودة اللي أنا طلبتها تمام اللي أنا طلبتها برضو دي اللي أنا طلبتها بردو إحنا كل الحاجات دي مميزات موجودة في هذا الموقع بكل طبعاً كل اللي بيعمله ده ممكن أضيف عليه أحزف منه ممكن أعدل عليه زي ما أنا عايز له الحرية فإن أنا أتعامل مع الموضوع زي ما أنا عايز وزي ما قلت إن هو بيدعم اللغة العربية لو أنت طبعاً هنا أنا لو بصيت هنا هلأقي الشريح بتاعتي هدي 1, 2, 3, 4, 5 طبعاً التي تيست والريجريشن دي أنا اللي أضفتهم من عمدي ما كانش موجودين هو ما كانش حطتهم في الأصل فبدأ بلاكتكل انظام بالز موديل سيليكشنز اند كونكولوجين تمام حلوين جداً زي ما قلت إن أنا في أي برضو ودي ميزة موجودة في الموقع ده هو إن أنا لو عايز أضيف أي شريحة نفترض إن أنا جيت في الجزء ده كده وحبت أضيف شريحة في هذا الجزء أضيف شريحة فمجرد إن أنا أقف هنا هلأقي علامة الزائد دي أضيفت طبعاً هنا بيقول لي أضيف باستخدام يعني أنا ممكن هنا لو أنا ضغطت هنا هيدف لي 1 بلانك فضية لكن هنا هيدف لي حاجة باستخدام برضو دي ميزة تانية لا ممكن أضغط كده هتلاقيه إن هو بيستخدام AI يبدأ إن هو يديني إيه يأضيف لي شريحة أخرى Add a new cart وقام جايه هو كاتب لكن أنا مش عاوز برضو إن إحنا نلغي دي كده ونرجع مرة تانية نفترض إن أنا أضبت شريحة كده هيدفها لي فضية هيقول لي عايز السلازي بتاعتها إزاي هقول له الله خليها بالنوع ده كده وأنا هنا بقى وأنا هنا ده اللي إحنا هزين نتكلم عليه أنا ممكن أضيف صور وهنا بقى الميزة اللي فاذا الموقع لو إحنا روحنا على Add Image هنبصي بيديني إمكانيات رهيبة جدا لإضافة طرق مختلفة للصور هنا بيقول لي يعني هنا الإمج هنجيبها منين هنجيبها من upload من على الكمبيوتر بتاعك فأنا لو أنا ضغطت على دي إنتبه أنا خدتها كده حيبدأ لو أنا جيت هنا أقوط كده حيبدأ يقول لي الإمج هل يطرى الإمج من ال URL ولا الإمج ممكن تعملها أنت drag and drop وتحطها لنا هنا أو تعمل click علشان تجيبها لنا من الكمبيوتر بتاعك برضو الأمر هنا إيه؟ ده تقليدي ده الحاجة التقليدية اللي كل المواقع بتعملها ماشي أنا ممكن أضيف URL من هنا لو أنا مثلا هي موجودة على الويب على صفحة من صفحات الويب وأنا عايز أحطها أو من الكمبيوتر بتاعي فببدأ أحطها زي ما نحن قلنا هي ممكن نواية موجودة أنا فتح الفولدر أعمل لها dragging وقوم جاي إيه حطتها أنا مش عاوز دي برضو دي تقليدية دي تقليدية لا أنا مش عايزها كده في مصادر تانية يقول لك ممكن تعملين بقى ويب image search وأنا هنا هوت كده أبدأ أدور أقول له مثلا اللي هاتلي كده الpeel curve المنحنة الاعتدالي مثلا يعني فهو هيبدأ يدور لغاية لما يشوف الpeel curve فالصورة اللي تعجبني الصورة اللي تعجبني تمام وليكن مثلا أنا عجباني الصورة دي تعجبني الصورة دي أو مجاي عامل عليها كده ظهرت بقت موجودة عندي لا عايز أغيرها هل ده بمقابل بياخد مني الpoints لما بياخدش مني أي points الصورة يا جماعة الصورة بتبقى أفضل من ألف كلمة وطبعا ده كلام ده يعني كلنا متفقين عليه حينا بتبقى الصور مميزة جدا بهذي الشكل طبعا ده لو أنا عايز أدور على ممكن أنا مثلا شغال أقول له والله أنا عايز كاي سكوير كاي سكوير ديستريبيوشن مثلا براولي على حاجة بتكلم على كاي سكوير ديستريبيوشن برضو حيدور وشوف لي حاجة بتكلم على كاي سكوير ديستريبيوشن صور فمثلا دي صورة دي هنا مثلا كاي سكوير ديستريبيوشن كمعادلة كاي سكوير ديستريبيوشن كدستريبيوشن فعلا فلو أنا عجباني برضو بغير وبدون أي مقابل يعني احنا برضو مقابل مقصود بها إيه الpoints اللي أنا موجودة عندي لأ ما بياخدش مني حاجة لكن لو ده كان ده عجبني أكتر برضو دي ميزة دي ميزة برضو الميزة الأساسية اللي أنا عمل عشان الفيديو لسه مقلنياش لسه مقلنياش طيب إيه تاني من طرق إن أنا أحسب صورة يبقى ممكن أخد الصورة من عندي لو أنا عندي رابط لها أو لو موجودة على الجهاز عندي أوكي أو أبحث عن طريق الإنترنت أو بقى المهم الجزء الجاي اللي أنا عمل عشانه الفيديو هي generate image with AI يعني أنا عايزك تعملي image باستخدام الزكاء الإصطناعي وهنا الميزة الأساسية طبعا الميزة الأساسية إنه هو ممكن يعمل لك صورة تتخيل صورة هنا مثلا بيقول لك statistical graph showing the k-square ده هو أخد الكلام بتاعك أنت بتتكلم قبل كده تكلمت على k-square فهو أم جايي يقول لك أنا عاييني أنا ممكن بالزكاء الإصطناعي أعمل لك statistical رسم إحصائي يظهر توزيع k-square وبعدين with muted color طبعا إيه الوان بقشة flat design simple shape مش عارف لو أنت حاجبك الكلام اللي هو عامله ده طبعا هيعمل الصورة ممكن يعملها بالdefault الdefault اللي هو إيه اللي هو الجزء ده كأنها صورة لكن في حاجة اسمها كأنها تكستر كأنها يعني حاجة كده ناسيجية الناس برضو طوع الانولوجي فيلم مشابهة الأفلام طبعا إحنا غالبا حنحتاج اللي هي الdefault هنا اللي هي الشكل من أشكال الفوتوغرافي طبعا عايزها في شكل مستطيل مربع ولا عايزها في شكل لاندسكيبي يعني تملل الصورة كلها تبقى حاجة أفقية عايزها شكل إزاي أو عايزها شكل بورتريت برضو هنا شكل عامل إزاي تعال بس إن احنا نقوله إيه تمام كويس الكلام ده هوت لكن أنا عايز أعمل حاجة نتانية خالص ما لهاش علاقة بالكلام ده عايز تعمل إيه ممكن أقوله والله كده على كده تخيل معايا طبعا هي بقولك إيكري رايت لو أنت ريوز كنترول ج ورق يعني إنت بس كده اكتب ويعمل كنترول ج كده ها 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 خلينا بس فإيه في الخصة كل المطلوب مننا هو أن نتخيل أي حاجة أي صورة تتخيلها تعالى مثلا نتخيل أن أنا بعمل حاجة طبعا عن طريق الجروب ثيرابي العلاج الجماعي مثلا فعايزوا حاجة يعملني حاجة عن جروب ثيرابي فأقوله يعني جروب أو نقوله مثلا كده ايه اه اه او مثلا اجروب نتخيله كده اجروب اجروب ثيرابي ثيرابي يعني ده علاج جماعي اه اه يعني كونتينز في كونتينز ميلز اند في ميلز في بنيين وبنات تمام اه 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 دور يعني دولة كمان اه قاعدين في اه يعني قاعدين في مكان خارجي يعني جلست عليك طبيعي فيها بنين وبنات فيها لكن موجودين في الهواء الدور في المكان الخارجي او يعني ايه في الهواء الطلقة فأنا اجرب يعني مجرد تجربة اقول جنريت طبعا انا بيقول ان كل حاجة انت هتعمل بالموضوع دع كلفك عشر نقاط طبعا عشر نقاط ما هو الامر من حوالي 600 فأضاف للصورة اللي انا وجدت نظر انها ممتازة جدا يعني طبعا اولا لحظهم انهم موجودين في خارج موجودين في مكان مغلق لا موجودين وكده فعلا فيهم ميل وفي ميل وقعدين في هذا المكان فانت تتخيل اي صورة اي صورة تتخيلها ثم تبدأ تكتب فيها او تكتب انك انت تطلبها موجودة عندي ويقول يفضل معك 550 كريدت تمام خليني اجرب مثلا انا اقول لليه 550 زي ما قلت اللي احنا داخل عن طريق الرابط فبتقض 600 والقصة دي هو عادة بيدي 400 لكن الى الان 200 اللي ادخل بيهم ممكن اعمل حاجات كتيرة جدا طيب انا عملت باوربوينت بريزنتيشن طبعا دي ملاش علاقة بريزنتيشن لكن هنا كلمة انهانس كلمة انهانس دي معناها انه حيعمل ايه هو حيضف لك الالوان تكون شكلها ايه مش عارف الخلفية تكون شكلها ايه بيحاول فانا لو ضغطت عليها كده حيكتب نفس بدأ يعدل للصياغ انا كده ده يعني لحد ما لنا انها مجموعة بدأ مجموعة متنوعة من الاشخاص موجودين في جلسة علاج طبيعي موجودين في الاودور في الهواء الطلق برضو انا بتكلم على ان الاضاءة بتبقى طبيعية ودافئة وزا فوكس مش عارف ايه كل الكلام ده هل عجبك الكلام ده اه ممكن يعجبني طب اولا قلت له هينزل لصورة تانية فيها خلفية يعني تعكس الكلام اللي هو طبعا لو عايز ارجع لصورتي الاساسية سهل جدا ان انا ارجع لها ده بقى انه شكل كارتوني شوية ده شكل كارتوني شوية انا ما بحبوش لان انا عايز حاجة طبيعية لو انا ضغطت على صورتي رجع لي كلام اللي كان موجود قبل كده تاني رجع لي كلام اللي موجود قبل كده تاني طيب انا برضو لو انا عدلت بشكل ده هو نسيجي ده او تيكتشر وقال برضو هيبدأ يرسلي صورة تانية بس على الوصف بتاعي انا مش على الوصف بتاع هو اعدل لي في الصورة ديت برضو هنا بقت حاجة تانية خالص ان احنا كنا بنتكلم على انها شخصيات يعني موجودة مشابهة لشخصيات سينمائية او اشخاص موجودين في السينما او واتفر فهنا طبعا اعطاني الحاجة اللي هي البلاك اند وايت كده افلام طبيعتها قديمة يعني شوية فطبعا ده كده شكل من اشكال الخيال انا بقارن وبعضين انزل ممكن ارجع لصورتي الاساسية لو انا عايز ارجع لو ارجع للصورة اللي هو حطها لي الاخيرة دي مش بطالة لو انا النطبوع بالنسبة لي مناسب فاذا هو بيقدم لك على الاقل 3 طرق من خلالهم ممكن ان انت تضيب صور للpowerpoint presentation بتاعتك الطريقة الاولانية انك انت طبعا في طرق اخرى لكن دي هنخليها الفيديوهات اخرى لان لو انا بحب ان انا اضيف صورة شو احنا بنضغط على دي كده بيقول لي ده عندك gif from gify icons طبعا خلينا برضو ان احنا بصينا على الايكونات لو انا عايز اضيف ايكونا ودي برضو من ضمن الحاجات المميزة جدا في الموقع ده برضو انا لو انا جيت هنا وانا عايز احط الايكونا دي في ايكونات في ايكونات اللي موجودة طبعا لو انا بدور على حاجة مثلا في education في بكتب كلمة education بيجيب لي حاجات اللي ذات صلة ب education زي وزي المباني وزي وزي الكتب وزي كذا وزي كذا لو انا بتكلم على حاجة مثلا في ال business مثلا ال business سيجيب لي حاجات خاصة بال business زي برضو منتو شايفين كذا الحاجات المتعلقة بالناس اللي شغالة في business لو بتكلم على film movie فانا بحدد اللي عايزه تمام لو جيت كتب له حاجات طبعا ال college هي حاجات قريبة من الجامعات فبيجيب لي حاجات قريبة منها برضو الايكونا اللي تعجبني بأضفها بهذا الشكل أحب أغيرها أغيرها بهذا الشكل طبعا حسب بقى size بتاعها أنا باختار size المناسب عايز أغير الخلفية عايز أعمل أي حاجة كل الكلام ده هوت برضو ايه كل الكلام ده هوت وارد جدا ان انا استخدم دي برضو طريقة فيه طبعا يعني لو احنا بصنا على الصور اللي موجودة من موقع معين اللي هي بيغلب عليها طبعا الانيميشن برضو موجودة برضو دي صور نوع آخر من الصور فأنا ممكن والله إن أنا لو في حاجة عايز إن أنا أضفها فأنا ممكن أم جاي أضفها بهذا الشكل أصبحت الانيميشن دي موجودة لأن عايز انيميشن تاني برضو انيميشن تاني ده موجود كمية حاجات يعني كل دي صور مختلفة للفيديوهات عن سبيلاتش ايميش اللي هي الصور الافتتاحية يعني حيانا بمعندي صورة افتتاحية ودي يعني من الصور الجميلة جدا اللي ممكن إن أنا أستخدمها ولو عايز أدور على صور أخرى كل ما أعمل بيضيف صور بيضيف صور أخرى كمية طبعا يعني طريقة للتعامل مع الصور من خلال هذا الموقع كمية كبيرة جدا الصور مهمة جدا شوفنا ممكن تكون صور علمية صور طبيعية صور أنا أنشئها باستخدام الذكاء الاصطناعي أو صور موجود على الكمبيوتر أو صور موجود على النت أو أيكونات كل الكلام ده يمكن استخدامه من خلال هذا الموقع الموقع زي ما قلت مليء بالمميزات لكن إنت في الموقع ده لأن أنت ما تعرف شي ممكن الموقع دي بتغير سياستها وفجأة أنها ممكن تغلق ومنها تبدأ تحدد الاستخدامات لكن الموقع من الموقع الممتازة اللي بيخليك أن أنت تتخيل صورة لو أنت أي صورة تخيلها بتبدأ يحطها لك أو أنك أنت تاخد صورة مع الكمبيوتر بتاعك أو أن هو يبحث عن طريق الإنترنت أو أن أن يحط لك آيكونة أو أن هو يحط لك صور فيها أنيميشن ودي برضو من الحاجات موجودة في مايكروسوفت باوربوينت ولا لأ لكن كل دي مميزات والصور من الحاجات المهمة طبعا أنا مجرد ما أن أنا بخلص بقفل كده وزي ما أنت عارفين أنا ممكن أشوف الباوربوينت بتاعتي ولو كانت جاهزة ممكن أن أنا أعمل لها عرض أو اعمل لها اكسبورت والإكسبورت زي ما أنت عارفين ممكن أعمل لها اكسبورت كبجي اف أو كباوربوينت بمجرد ما ضغط عليها بتصبح موجودة عندي كباوربوينت وفي نفس الوقت لو أنا رجعت الشاشة الرئيسية أصبحت موجودة عندي في يعني على الصفحة بمجرد أنه كده بيقول خلاص جهزت فمجرد ما بتخلاص ممكن أنا أفتحها بقاوربوينت العادي عشان خطر باوربوينت العادي عشان أن أنا أشوف الشرائح بتاعتي وأطالع عليها أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم وزي ما قلت مهم جدا أن حضرتك تستخدم اللينك اللي أنا هكتبه لك في شرح الفيديو لأن ده مش هيديك زي ما الموقع عادة بيدي ربع مية هيديك ستم مية كريديت وزي ما قلت ستم مية دولار وانت أسمتهم على الاربعين بتتكلم في حدود خمسة وعشرين شريحة يمكن إن طبعا ده شكل الباور بوينت بعد حتى مرة تانية أتمنى لكم السلام والطوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته